ونشرت مجموعة الصينيين على المتعليق انتعة عموان عيد الربيع مميز يعكس المكانة المركزية للإنسان في الحكامة الاجتماعية الصينية ويشير التعليق إلى أنه نتيجة لقرار الكثير من الصينيين عدم العودة إلى مساقة رؤوسهم بغية تخفيض بخاطر انتشار الوباء المحتملة والتي تنتج عادة عن حركة الانتقال على نطاق الوصع فإن بكين وشانهاي وغيرهما من المدن الكبيرة وقد ازادت حاجتهما إلى البضائع بمناثبة العيد مع ازدياد عدد الناس الذين اختاروا قضاء العيد في محل قامتهم أو مكان عملهم وأتخذت الحكومات المحلية إجراءات قوية لضمان الامدادات في الأسواق واستغرار الأسحار وفي الوقت نفسه اتخذت مختلف المناطق السنية إجراءة مستهدفة ليشعر الناس بجوء احتفالي دافئ في العيد كما اشتذب هذا العام السنين الجديد احتمام العديد من وسائل العلام الأجنبية حيث ذكر موقع ديلي ترواف البرطاني مؤخرا أنه من الإعنات النقدية إلى تذاكر السينما المجانية وارها واستعانت الصين بطرق مختلفة لتشيع الناس على البقاء في محل قامتهم خلال عوتات عيد الربيع السيني وأيضا نشر موقع ويزر كوريا الألماني ما قال المفاده أنه تم إزدار العديد من الإجراءات التعزيزية لجميع أنحاء الصين لتشيئ الناس على إقامة احتفالات عيد الربيع بشكل آمن وصحي وبعد المعركة الشرسة ضد الوباء في العام الماضي أصبحت قدرة الصين على الحكمة الاجتماعية أكثر توجيها ودقة وإنسانية فعندما تقاطعت تدلعات الشعب السني للمي الشمل في العيد مع تطالبات البلاد بالتعاون لسيطرة على الوباء كانت الاعتبارات الإنسانية التي أثرتها الصين في الحكمة الاجتماعية من قبل الجانبين قد تركت انتباعات عميقة في أذهان الدول الأخرى فهنا فإن الكثير والجدير بالذئة للشادة هو ليس فقط الشعور بالمسؤولية من قبل الموتنين السنين لكن أيضا تقدم الحضارات السنية من الجانب الاجتماعي